ترابط الحرة العكسية داخل أو حوالين الثمنتاشر ودي حاجات عادية لكن مش مشكلة قالوا له تعالى شوفها انت حسبتها ازايحة وحسبتها ليه ايه اسبابك فقال لهم بصوا على ايد وعادش هقول لهم كده بين اهي بين اهي بيشرح لهم اهي بقول لهم بصوا على ايد معز بن شرفية انا حسبتها عشان ده يعني حسبتها عشان الاحتكاك ده وهنا خد القرار اللي خد القرار في الاولى يا كابتن شريف يا كابتن اسامة هو مهدي بالعبيد لكن انتوا بقى عشان احنا ما عندناش الحقوق للأسف احنا لو عندنا الحقوق يا نهربيات لو عندنا الحقوق وبعدين انا بقول برضو فوص الكلام كده في ناس بتزعل لما بنيجي نتكلم على عندها تانية تمام? انا سمع ان في حافلات دلوقتي ما قاموا في الحتة التانية دي بكرة موعدنا ان شاء الله بكرة وبعده انا ما بزعالش انا ما بزعالش انا كده مكبير بزعالوش طيب اكمل الجزء التاني البنلت التاني بقى خلي بالك هو ما حسبوش مش هو اللي اداه هو كان رايح يكمل اللعب على فكرة وبعدين راح لافف بسهل ايوه ما عندناش الحقوق احنا ما عندناش الحقوق لا احنا ما عندناش الحقوق عشان اعرض لك الوضع التشريح بتاع ماهدي هو بصف انتبعي ورح يكمل لعب عادي رح يكمل لعب عادي وبعدين راح لافف راح لافف حسب بنلت ده معناق اي بقى؟ حد قاله في تقنية الفيديو الفار قال له استنى بقى عشان دي فيها شك في الفيديو ولا الحكمة ولا حكمة المساعدة كبت سيد الرابع انا متخالي الحكم الرائع ممكن يكون هو وممكن يكون الحكم الرائع ممكن لانه هو اقرب هو اللي شايف الكرة يعني انا شفت حكم الاحتكاك اللي حصل قبل الكرة ما توصل وليد ازاره عنده حالة العقر عند البنلت كده وقبل البنلت بشوية الكرة كبت سيد كان بتتلعب بنحة المين تمام وحكم الرائع هو الارب ان هو يبص يعني الرؤية بتاعته اوضح للاثنين انا اعتقد كبت سيد مش مش الفار هو اللي اداله دي يعني ممكن يكون حكم المساعدة هو اللي اداله حصلت مشدد واحد من المساعدين واحد ومساعدة جمدة بينه ومما الاثنين وكرة تتداد وليد اللي احنا شفناه وهو بيدافي عن نفسه صح فابتكرنا ان الوليد هو اللي بيعمل ما هي دي بقى الكاميرات الخاصة كبت سيد اللي احنا بنول عليها احكم المساعدة انا اقول ان التقنيف فار هو للدهم فالاولى هو صمم عليها من وجهة نظم من خلال مشاهدته والتانية هم الهية دي الهية دي طبعا يعني والفانيلا والتشيرت اعرضوا يا سامير مرة تانية التشيرت اللي مقطوع جدا كان في الكرة دي اساسا يعني فمش هيقطع الرجل مش هيطلع من هدومه يعني اللي اقطعه او اللي طلعه من هدومه من هدومه هو شمس الدين زوادي اللي طلعه من هدومه هو شمس الدين زوادي وتأكيدا لكلامك يا سيد الكرة كترايحة الاسلام محارب على ما اعتقد لسه كرة امبلاي يعني وهدم خطرة جدا ومن عند النهاية دي راح موقف الكرة يعني دي فيها جم خطر تاني على فرط رجل فرحوا انهل بقرار ان في حطر هي دي صح الانتكلم عليهم واللعيبة بتكلموا كلهم وحنعرف من اللعيبة بكرة وحنتكلم وحنعرف كل الحاجات ليه دي احنا ممكن نشوفها في الكاميرات الخاصة بتاعة لو حد يجي بيننا وليد ازارو دولوقتي كانت لا 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 وليد ازارو اعرف من التواصل ارجع بقى يا سامرة وليد ازارو هو اشرص وامهر بلاش امر هو اشرص واقوى مهاجم فيك يا افريقيا وليد ازارو هو اشرص واقوى واسرع مهاجم فيك يا افريقيا